السلام عليكم ومساكم الله بالخير وتقبل الله ضاعتكم ليلة القدر الحمد لله رب العالمين ان الله رزقني طوال سنوات اني اقيم الليل سواء برمضان او بالايام العادية انما برمضان بشكل خاص يا رب انه توافق ليلة القدر لاني اقوم العشر الاواخر الحمد لله كاملة فنسأل الله القبول الحسن لي ولكم في ناس مروا علي يقعدون طوال رمضان لا صلاة تراويح ولا قيام ولا شيء صيام ايه صلاة ايه بس من يقول الله اكبر استلموا المسلسل ورا مسلسل مسلسل ورا مسلسل مسلسل ورا مسلسل اتشلوا التلفزيون وسووا زياراتهم وقبقاتهم والدنيا هذا رمضان بالنسبة لهم مو عبادة واحدة من الناس نفس الفكرة هذه الله يهدينا وإياهم طق براسها قالت ابي احضر ليلة 27 مع الناس لعلها تكون ليلة قدر حسب الامر بهالبساطة يعني فكلمتني على اساس انه بتي المسجد او تفاجأت فيه اعتقد في المسجد المهم لما صلت المكسوم والحمد الله هذا مع الحشي تقول الحمد الله الليلة سبعة وعشرين كان أقول لها الليلة ستة وعشرين مو سبعة وعشرين فتطالعني شكل اللي أصحى يا نايم فسبحان الله هذه رزق الله يكتبها لمن يشاء وإن شاء الله يربي يكتب لها النية بس مو كل إنسان يتهاون في رمضان يبي ببساطة أن الله يرزقه مع أن الله سبحانه وتعالى له ما يشاء وهو الرزاق بالقوة المتين خلونا نخلي شهر رمضان شهر عبادة بشكل حقيقي هو شهر بالسنة فاتشتهدون الله يجزيكم الخير وعسى الله إن شاء الله يعفو عنا وعنكم هذه أيام مباركة فأكثروا الدعاء لعل الله يستجيب في أمان الله شهراتي شهراتي